بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم أهلا وسهلا بكم إخوتي الطلاب أخواتي الطالبات في درسنا لهذا اليوم بعنوان حل تدريبات الاختبار المقنن للفصل الرابع والموجود في صفحة 169 إلى صفحة 172 وهذا الدرس من ضمن دروس كيميا الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني محدثكم أخوكم نوح العواد فأهلا وسهلا بكم سؤالنا الأول يوجد الأنيلين مثل جميع الأحماض الأمينية في صورتين حيث توجد الأحماض الأمينية جميعها تقريبا على هيئة الـ L والـ D فأي المصطلحات الآتي يصف بدقة L-أنيلين وD-أنيلين إحداهما بالنسبة للآخر عندنا L-أنيلين هذا المركب وعندنا D-أنيلين هذا المركب فلو جينا نتكلم عن هذين المركبين وجينا نقارن بين هذين المركبين نجد أن المركب الموجود في الأعلى حول ذرة الكربون ذرة هيدروجين باليمين ومجموعة الأمين باليسار مجموعة الكربوكسيل بالأعلى ومجموعة الميثيل بالأسفل نجل المركب الموجود بالأسفل مجموعة الكربوكسيل بالأعلى مثلها مثل المركب الموجود بالأعلى ومجموعة الميثيل بالأسفل هنا وبالأسفل هنا لكن لما نجي إلى مجموعة الأمين وذرة الهيدروجين نجد أنهما عكس بعضهما البعض فبالتالي إذا وجدت ذرة كربون اختلف ترتيب أحد المجاميع حول ذرة الكربون فإن هذا يعرف بالمتشكل وبالتحديد المتشكل الضوي فل أنيلين ودي أنيلين هما عبارة عن متشكلان ضوئية إذن بالفعل لأنيلين ودي أنيلين هما متشكلان ضوئية سؤالنا الآخر أي مما يأتي لا يؤثر على سرعة التفاعل؟ هل العوامل المساعدة تؤثر على سرعة التفاعل؟ العوامل المساعدة أو العوامل الحفاظة نعم تؤثر هل مساحة الصاطح للمواد المتفاعلة تؤثر على سرعة التفاعل؟ يعني زيادة مساحة الصاطح أو انخفاض مساحة الصاطح هل سوف تؤثر على سرعة التفاعل؟ نعم أيضا سوف تؤثر على سرعة التفاعل أيضا تركيز المواد المتفاعلة فبزيادة تركيز المواد المتفاعلة تزداد التصادمات ومنها تزداد سرعة التفاعل أخيرا نشاط النواتج الكيميائي فعندما يحدث التفاعل الكيميائي حتى وإن كانت المواد الناتجة مواد نشطة كيميائيا إلا أن ذلك لن يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي وبالتالي العامل الذي لا يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي من بين هذه الخيارات هو نشاط النواتج إذن نشاط النواتج لن يؤثر في سرعة التفاعل سؤال آخر ما ملالية محلول؟ ملالية محلول يحتوي على 25% من ثنائي كلورو بنزين وهو C6H4Cl2 مذابة في 10 جرام من الهكسان الحلقي والذي له الصيقة C6H12 من قانون الملالية أو عفوا الملالية فالملالية هي عبارة عن عدد مولات المذاب على كتلة المذيب بالكيلو جرام فعشان نقدر نحسب الملالية في هذه الحالة هنحتاج نحول كتلة المذاب الـ 25% إلى مولات وحنحتاج برضو أيضا حنحول العشر جرام من المذيب إلى كيلو جرام فالخطوة الأولى حنحول كتلة المذاب إلى مولات فحنحتاج الكتلة المولية لثنائي كلورو بنزين فأول خطوة حنحسب الكتلة المولية لهذا المركب إذن حنحتاج الكتلة المولية لهذا المركب وهي C6H4Cl2 فبالتالي بنقول 6 ذرات كربون فبنضرب 6 في الكتلة الذرية للكربون وهي 12 زائد عندنا 4 ذرات هيدروجين فحنضرب 4 في الكتلة الذرية للهيدروجين وهي 1 زائد عندنا ذرتين كلور حنضربها في الكتلة الذرية للكلور وهي 35 تقريبا فبالتالي الكتلة المولية لهذا المركب ستساوي 146 جرام لكل واحد مول الآن سنحول الجرامات إلى مولات وبالتالي سنقسم كتلة المادة بالجرام على كتلتها المولية للحصول على عدد المولات فبالتالي سنستخدم العلاقة التالية وهي أن عدد مولات المادة يساوي كتلة المادة بالجرام على كتلتها المولية فكتلة المادة بالجرام عندنا في السؤال 25 من 100 والكتلة المولية حسبناها وهي 146 فبالتالي سنقسم 25 على 146 ليصبح عدد مولات ثناء كلورو بنزين تساوي 1.7 ضرب 10 أس سالب 3 مول الآن حصلنا على عدد المولات بقي نحتاج نحول كتلة المذيب إلى كيلو جرام فبالتالي سنحتاج نحسب كتلة المذيب بالكيلو جرام فسنقسم 10 على 1000 لتكون كتلة المذيب بالكيلو جرام تساوي 1 من 100 كيلو جرام ومن قانون المولالية والذي يساوي مولات المذاب على كتلة المذيب بالكيلو جرام نستطيع حساب قيمة مولالية هذا المحلول فمولات المذاب مثل ما حسبناها 1.7 ضرب 10 أس سالب 3 وكتلة المذيب هي 1 من 100 لتصبح مولالية هذا المحلول تساوي 17 من 100 مول لكل كيلو جرام أو مولا إذن الخيار الصحيح من هذه الخيارات هي 17 من 100 مول لكل كيلو جرام السؤال التالي ما نوع الهيدرو كربون الذي يحتوي أو الذي يتحول إلى غاز عند أقل درجة حرارة بناء على المعلومات الموجودة في الجدوى السابق؟ ما هو نوع الهيدرو كربون الذي يتحول إلى غاز عند أقل درجة حرارة؟ بناء على المعلومات الموجودة في الجدوى هل هو الألكان أم الألكين أم الألكايين أم المركب الأروماتي؟ فحنختار المركبات المتماثلة فمثلا هنا هبتان هو ألكان والهبتين هو ألكين والهبتايين هو ألكايين نفس الشيء أكتان أكتين أكتايين هنا ألكان ألكين الكايين فإما نستخدم الثلاثة الأولى في المقارنة أو نستخدم الثلاثة الأخرى في المقارنة والتحول إلى غاز يعني حنحتاج درجة الغليان فحنقارب بين الألكان وهو الهبتان درجة غليانه 98.5 والهبتين ألكين 93.6 والألكايين 99.7 فبالتالي حنشوف أن أقل درجة غليان هي درجة غليان الهبتين يعني درجة غليان الألكين وبالتالي الألكين يكون بناء على هذه المعلومات هو الأقل درجة غليان طبعا لو خذنا الأكتين نفس الفكرة الأكتين حيكون أقل من الأكتان وأقل من الأكتايين أيضا وبالتالي الألكين هو الإجابة الصحيحة نفس المعلومات الموجودة في الجدول فإذا رمز للإن إلى عدد ذرات الكربون في الهيدروكربون فما الصيقة العامة للألكين المحتوي على رابطة ثلاثية واحدة إذا كان عندنا رابطة ثلاثية واحدة فقط فما هي الصيقة العامة لهذا الهيدروكربون والذي يحتوي على رابطة ثلاثية الهيدروكربون المحتوي على رابطة ثلاثية واحدة يعرف بالالكاين وبالتالي عندنا مجموعة من الصيق هي CN H2N زائد 2 وهي خاصة بالالكان هذه الصيقة نفسها فتوقع هنا متماثلين فهما الصيقتين للالكان CN H2N وهي صيقة الالكين وأخيراً CN H2N ناقص 2 وهذه ما تعبر عن الصيق العمالي الهيدروكربون الذي يحتوي على الرابط الثلاثي والمعروف بالالكاين إذن الصيقة العامة للالكاين والمحتوي على الرابط الثلاثي هو CN H2N ناقص 2 نتوقع اعتماداً على الجدول السابق أن تكون درجة انصهار النونان النونان ترتيبه من الالكانات كم؟ النونان ترتيبه من الالكانات 9 وبالتالي هل النونان أعلى مما للأكتان أم أقل مما للهبتان أم أعلى مما للديكان أقل مما للهكسان فبما أن عندنا هنا كل المركبات تنتهي بالألف والنون فحنستخدم الألكانين الموجودين عندنا ونقارن درجتي انصهارهما فالهبتان يحتوي على 7 ذرات كربون وبالتالي و16 ذرة هيدروجين وبالتالي درجة انصهاره عفوا 96.6 تحت الصفر أما الأكتان والذي يحتوي على 8 ذرات كربون و18 ذرة هيدروجين فدرجة غليانه أصبحت أعلى من الهبتان لتكون 56.8 تحت الصفر وبالتالي العلاقة بين الهبتان والأكتان أن الأكتان أكبر من حيث الكتلة الملية لاحتوائح على أكثر عدد درات فلذلك بزيادة الكتلة الذرية نلاحظ أن درجة الانصهار أيضا سوف تزداد وبما أن النونان أعلى من الهبتان وأعلى من الهيكتان فالمتوقع أن تكون درجة غليانه أعلى من الهبتان وكذلك أعلى من الأكتان فالخيارات أن درجة انصهار النونان أعلى مما للأكتان فهذا خيار صحيح أقل مما للهبتان خطأ لأن الهبتان أقل من كتلة ملية أعلى مما للديكان الديكان يأتي بعد النونان فهو أكبر من النونان أقل مما للهكسان الهكسان أصغر منه فتبقى لدينا إجابة صحيحة واحدة فقط وهي الفقرة A طيب سؤال عند ضغط 1 أتموسفير ودرجة حرارة 20 درجة مئوية يذوب 1.72 جرام من ثاني أكسيد الكربون في 1 لتر من الماء فما كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الذائبة إذا ارتفع الضغط وأصبح 1.35 أتموسفير يعني تغير الضغط من 1 إلى 1.35 مع بقاء درجة الحرارة نفسها يعني درجة الحرارة ستكون ثابتة في هذه الحالة وأيضا الحجم لم يعطينا حجم آخر فلذلك أيضا سيكون الحجم ثابت فالمفهوم من هذا السؤال إن عندنا محاولتين محاولة عندما كان الضغط 1 أتموسفير والمحاولة الثانية عندما كان الضغط يساوي 1.35 أتموسفير فلذلك سنستخدم القانون المثالي مرتين في المحاولة الأولى سنقول P1 V1 يساوي N1 R ثابت الغاز ما بيتغير في كل الحالات في T1 وفي المحاولة الثانية سنقول P2 V2 N2 R T2 نجي للمعلومات الموجودة في السؤال قال بقاء درجة الحرارة ثابتة يعني T1 وT2 متساويين لم يتغير وكذلك لم يعطينا حجم آخر فلذلك نتوقع أن الحجم أيضا ثابت ثابت فإذا كان الحجم ودرجة الحرارة ثابتين وثابت الغاز العام أيضا ثابت يمكن حذفهم من القانون فبالتالي بنقول V1 وV2 ثابتين لأن الحجم بقي ثابت ودرجة الحرارة صرح لنا في السؤال أنها قيمة ثابتة فلذلك T1 تساوي T2 وبقسمة المحاولتين على بعضهما البعض بعد حذف الحجم ودرجة الحرارة وقيمة الثابتين وهي الثوابت الموجودة في الحالتين يتبقى لدينا التالي وهي P1 على P2 تساوي N1 على N2 ويمكن كخطوة إضافية سنضرب عدد المولات في الكتلة المولية في المحاولة الأولى وبرضو سنضرب عدد المولات في الكتلة المولية في المحاولة الثانية لماذا؟ لأن عدد المولات في الكتلة المولية سيقوم بقسم نحن نبحث عن كتلة الثانية أكسيد الكربون فبالتالي عدد المولات في كتلته المولية يساوي الكتلة لتصبح العلاقة بالشكل التالي P1 على P2 يساوي الكتلة الأولى على الكتلة الثانية ومنها فإن الضغط الأول موجود والضغط الثاني أيضا موجود فالطرف اليسار موجود كامل نجي للطرف اليمين وهو كتلة المادة في المحاولة الأولى موجودة وهي 1.72 فالمطلوب منه هو حساب كتلة المادة الثانية وبالتالي بضرب طرفين في وسطين تصبح العلاقة بالشكل التالي M2 تساوي M1 في P2 مقسومة على P1 لتكون هذه العلاقة بهذا الشكل الآن سنعود تعويض مباشر عندنا الكتلة الابتدائية كانت 1.72 والضغط الثاني كان 1.35 والضغط الأول كان 1 أتموسفير فبالتعويض قلنا الكتلة 1.72 الضغط الثاني كان 1.35 والضغط الأول كان 1 أتموسفير لتصبح كتلة الغاز الثاني أو كمية الغاز الثاني تساوي 2.32 جرام لكل لتر وهذه هي كمية الزائبة أذن بالفعل هذه الكمية هي الكمية الاتجة من زيادة الضغط وهي تساوي 2.32 جرام لكل لتر multiplier أي العبارات الآتية لا يصف ما يحدث عندما يغلي السائل لما يصل السائل إلى درجة الغليان فإيش اللي بيحصل؟ هل ترتفع درجة حرارة النظام عند ارتفاع أو عند الوصول إلى درجة الغليان؟ هل السوائل كلما وصلنا إلى مرحلة الغليان أيضا هي حتكتسب طاقة حرارية فهل هذه الطاقة الحرارية تؤدي إلى زيادة حرارة السائل؟ أنا أتوقع لا ليش؟ لأن درجة حرارة السائل تبقى ثابتة طالما أن المواد السائلة أصبحت لها القدرة على التحرر والتحول إلى الحالة الغاتية فهذا الخيار يعتبر خيار صحيح فهو يدل على أن درجة حرارة السائل لن تتغير وبالتالي هذا لن يصف ما يحدث عند الغليان وهو يقول بأن درجة الحرارة سوف ترتفع لأن درجة الغليان ستكون ثابتة طالما أن السائل تحول إلى غاز يمتص النظام طاقة لا زال النظام يمتص طاقة لأن عملية الغليان مستمرة يتساوى الضغط البخاري للسائل مع ضغط الجو وهذه الخيار أيضا صحيح ويصف لنا حالة الغليان يدخل السائل في طور الغاز بالضبط يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية فتبقى لدينا خيار واحد وهو لا يصف لنا ما يحدث عندما يغلي السائل وهو أن ترتفع درجة الغليان أو درجة حرارة النظام لأن درجة الحرارة ستبقى ثابتة عند الوصول إلى درجة الغليان السؤال التالي ما اسم المركب ذي الصيقة الهيدرو كربونية المبينة في هذا الشكل بداية سنحدد أطول سلسلة موجودة عندنا فمثلا هنا سنقول 1 2 3 لو بدأنا من هنا سنلاحظ هنا عندنا ذرتين كربون وهنا ذرتين كربون فحتكون هذه أطول سلسلة 1 2 3 4 5 إذن هذه هي أطول سلسلة أو هذه هي أطول سلسلة ولكن ترقيمنا حيكون خاطئ بهذا الشكل لأن لو رقمنا من اليسار حيكون التفرع الأقرب عند ذرة الكربون رقم 2 فلذلك سنأخذ الترقيم الثاني سنأخذ الترقيم الثاني أن نبدأ الترقيم من اليسار فنقول 1 2 3 4 5 أو ممكن نكمل برضو في هذا الاتجاه لتكون هذه أربعة وهذه خمسة بعدها الآن سنحدد الأجزاء الغير داخلة في الترقيم هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء فعندنا أربع أجزاء لم تدخل في الترقيم هذا الجزء المحتوي على ذرتين كربون يسمى إيثيل ويبدأ اسمه اللاتيني بالإي وهذه المجاميع كل مجموعة مشابهة لغيرها وبالتالي هذه المجموعة تسمى بمجموعة ميثيل ويبدأ اسمه اللاتيني بحرف الإم فلذلك سنبدأ في التسمية أولا بالترتيب الأبجري فلذلك سنبدأ بالإي فلذلك نقول هذه المجموعة موجودة عن ذرة الكربون رقم ثلاثة فلذلك سنقول ثلاثة إيثيل أولا بعدها هذه المجموعة وهذه المجموعة وهذه المجموعة متماثلين فلذلك سنكتب أرقام ذرات الكربون المحتوي على الثلاثة المجامية فالتفرع الأول موجود عن ذرة الكربون رقم اثنين فلذلك سنقول اثنين والتفرع الثاني برضو موجود عند ذرة الكربون رقم 2 فلذلك بنقول 2.2 التفرع الثالث موجود عند ذرة الكربون رقم 3 فحنقول 2.2 و3 عندنا ثلاث مجاميع فلذلك حنقول ثلاثي ثلاث مجاميع ثلاثي بعدها اسم المجموعة مثيل ثلاثي ميتين الآن سمينا كل التفرعات فتبقت لنا السلسرة الرئيسية والمحتوية على خمس ذرات كربون فحنكتب اسم الألكان الخامس وهو البنت الآن حنبحث عن الخيار المطابق لهذا الاسم الخيار الأول 2 بداية وهنا ثلاثة خطأ ثلاثة إيثيل صحيح ثلاثة وأربعة وأربعة اثنين واثنين وثلاثة خطأ اثنين بيوتين خطأ الأخير ثلاثة إيثيل صحيح اثنين واثنين وثلاثة صحيح اثنين واثنين وثلاثة ثلاث ميثيل هنا ثلاث ميثيل بنتان فلذلك الإجابة الصحيحة إذن هي الفقرة D إذن بالفعل الإجابة الصحيحة هي الفقرة D سؤال ما حالة المادة الواقعة عند درجة حرارة سالب ثمانين هذه سالب ثمانين وضغط جوي مقداره عشرة يعني تقريبا هنا في هذه المنطقة فما هي حالة المادة عند الضغط المنخفض ودرجة الحرارة المنخفضة تكون المادة أقرب لأن تكون في الحالة الصلبة وبالتالي هذه المنطقة هي خاصة بالمادة الصلبة وهذه المنطقة خاصة بالمادة السائلة وهذه المنطقة خاصة بالمادة الغازية وبالتالي بما أننا في هذه المنطقة فبالتأكيد تكون المادة عند ضغط عشرة أتموسفير وسالب ثمانين درجة مئوية تكون المادة في الحالة الصلبة سؤال آخر ما درجة الحرارة والضغط عندما تكون المادة عند نقطتها الثلاثة والنقطة الثلاثية هي النقطة التي توجد فيها المادة في الحالة الغازية والسائلة والصلبة وهي تعبر لنا عن هذه النقطة فهذه النقطة تقريبا أقرب إلى سالب ستين فلذلك سنقول تقريبا خمسة وستين أو سالب خمسة وستين سالب أربعة وستين تقريبا وقريبة جدا من الأربعة فلذلك سنقول تقريبا أربعة ونصف أربعة وستة من عشرة أربعة وثمانية من عشرة هكذا فبالتالي سنقول النقطة الثلاثية موجودة عند سالب خمسة وستين وتقريبا أربعة ونصف إلى خمسة إذن درجة الحرارة ستكون سالب خمسة وستين درجة مئوية والضغط سيكون عند أربعة فاصلة ثمانية أتموسفير تقريبا على نفس الرسم صف التغيرات التي تحدث في الترتيب الجزيئي عند زيادة الضغط من ثمانية إلى ستعش مع بقاء درجة الحرارة الثابتة وهي صفر لما نثبت درجة الحرارة لتكون صفر ونزود الضغط من ثمانية إلى ستعش فتقريبا حندخل في هذه المنطقة وبالتالي إذا دخلنا في هذه المنطقة فإن المادة تكون في الحالة السائلة إذن تتغير المادة من غاز إلى سائل كلما ازداد الضغط وذلك عندما تصبح الجزيمات أكثر تراصا فتفقد طاقتها الحركية وتصبح أكثر ترتيبا وقربا من بعضها البعض فلذلك بمجرد أن ندخل في هذه المنطقة في أي منطقة منها حتى تحول المادة إلى الحالة السائلة سؤال آخر إذا احترق 5 لتر من غاز الهيدروجين عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وضغط مقداره 80.1 كيلو باسكال مع كمية فائضة من الأكسجين لتكوين الماء فما كتلة الأكسجين المستهلك إحنا استهلكنا 5 لتر من غاز الهيدروجين ولكن المطلوب مننا حساب المستهلك من غاز الأكسجين وافترض أن كل من درجة الحرارة والضغط ثابتين فبالتالي سنستخدم درجة الحرارة والضغط دون تغيير فبالتالي أولا سنحتاج معادلة كيميائية موزونة فالمتفاعلات هي عبارة عن غاز الهيدروجين والأكسجين والنواتج هي عبارة عن الماء لتصبح المعادلة في هذا الشكل 2H2 زائد O2 تعطينا 2H2O الآن أصبحت عندنا المعادلة موجودة سنستخدم قانون الغاز المثالي وهو BV يساوي NRT لماذا سنستخدم قانون الغاز المثالي؟ حتى نستطيع معرفة عدد مولات غاز الهيدروجين الموجودة في 5 لتر وبالتالي سنقول عدد المولات وهي N تساوي BV مقسومة على R50 وبالتالي الضغط موجود عندنا وهو 80.1 كيلو باسكال والحجم عندنا 5 وثابت الغاز العام موجود حسب وحدة قياس الضغط وهي كيلو باسكال فلذلك سيكون 8.314 ودرجة الحرارة عندنا بالمئوي سنحولها إلى كيلفن فنضيف على هذه 273 نضيف على العشرين 273 لتصبح 293 كيلفن وأصبحت جميع المتغيرات الموجودة هنا في الطرف الأيمن موجودة فلذلك سنعوض عن الضغط الآن الضغط بـ 80.1 كيلو باسكال والحجم عبارة عن 5 لتر فبما أن الضغط بوحدة الكيلو باسكال فقيمة الثابت ستكون 8.314 ودرجة الحرارة بعد التحويل للكيلفن صارت 293 لتصبح عدد مولات الهيدروجين تساوي 1 أو 164 من 1000 مول حصلنا الآن على عدد مولات الهيدروجين الآن سنحسب عدد مولات الأكسوجين بدلالة مولات الهيدروجين فعندنا مولات الهيدروجين في المعادلة والمولات الكلية للهيدروجين فبنقول عدد مولات الأكسوجين المجهولة تساوي عدد مولات الهيدروجين المعلومة مضربة في عدد مولات الهيدروجين المجهولة في المعادلة وهي 1 مقسومة على عدد مولات الهيدروجين في المعادلة وهي 2 إذن ضربنا عدد مولات الهيدروجين للمادة المعلومة كمادة معلومة وضربناه في عدد مولات المادة المجهولة في المعادلة وقسمناها على عدد مولات المادة المعلومة برضو في المعادلة لنحصل على عدد مولات غاز الأكسجين وهي 82 من ألف مول الآن حصلنا على عدد مولات الأكسجين الـ M وهي كتلة المادة بالقرام تساوي عدد المولات في الكتلة المولية فنحتاج الكتلة المولية للأكسجين نضرب 2 في 16 تقريباً ستكون 32 بالتقريب فلذلك عدد مولات الأكسجين هي 82 من ألف مضربة في الكتلة المولية وهي 32 تقريباً إقرام لكل مول أو حنقول 31.998 إقرام لكل مول لتصبح كتلة غاز الأكسجين الناتجة تساوي 2.63 إقرام هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم ترجمة نانسي قنقر